اشتركوا في القناة اسيب لكم رابط الفيديو بتاعه في صندوق الوصف بس الخيمة دي انا جبت بقى سطارة هي حتة من سطارة بقية عندي من بدري كنتم طبقها وشايلها فطلعتها الاولاد قولي اللي بقى نعمل بيها خيمة فقعدنا نفكر ازاي نعلقها على الحيط او نسبتها على الحيط جبت الفل دا قلت يعني هالزقها هالزق السطارة فيه زي ما انتم شايفين بحيث ان انا ألزقه في الركن يبقى شكله حلو يبقى عامل كده اللي هو زي بوز كده للخيمة بس هو الموضوع فشل في الآخر يعني جزء الفل دا فصل من السطارة وقع بس السطارة فضلت لزقه في الحيط زي ما هي بتنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم ولو لسه مش مشتركين في القناة باتمانا ان انت تشتركوا وتكبروا القناة كده بيكم كل سهلا وانتم طيبين ربنا كده ان شاء الله يعني يجي علينا رمضان وعلى كل المسلمين في كل مكان بالخير والصحة علينا جميعا ان شاء الله كده انا لزقت السطارة في الفل وهلزقها في الحيط هلزقها على الحيط بالدابل فيس الدابل فيس عادة ناس كتيري بتشتكي منه بتقوله ان هو لما بيلزق بيطلع الدهان بتاع الحيط انا بستخدم الدابل فيس هوريهولكم دلوقتي هو فيه نوعين منه فيه نوع بيبقى زي الفل كده ده اللي فعلا بيطلع الدهان بتاع الحيط او بيبقى صعب جدا ان انتو تطلعوا انا لما جربت النوع ده حلو قوي بيبقى بلاستيك شفاف زي ما انتو شايفين بيلزق على الحيط وبيطلع برضو مش بيبقى سهل يعني صعب ان هو يطلع من الحيط انا لزقت كده في الزاوية بتاع الحيط وصبت حتة هو كان اخر حتة عندي صبت حتة عشان بعد كده بقى اعمل جوانب للسطارة لما لزقها احنا عادة الكبار يعني المناسبات او زي رمضان والعيد والحاجات دي بتبقى بالنسبة لنا يعني فرحة الاولاد يعني الاولاد هي المرتبطة قوي بتجهزات البيت بقى والتغيرات وخيمة رمضان والحاجات دي لكن احنا الكبار لا بيبقى الوضع بالنسبة لنا مختلف او الاحساس مختلف لما كنا صغيرين زي اولادنا كده كنا فعلا الحاجات دي كانت مهمة بالنسبة لنا والفنوس والانوار لكن دلوقتي لا خلاص كل همنا بقى ان احنا ازاي ننظم الوقت بحيث ان الوقت يكفينا ما بين شغل البيت والاولاد والعبادة في شهر رمضان ربنا يتقبل منا جميعا حاولوا كل ام كده ان هي تعمل لنفسها خطة كده خاصة بشهر رمضان بحيث ان الوقت بإذن الله ربنا يجعل لنا فيه البركة كده ويكفينا كلنا خاصة ان هيبقى فيه امتحانات ان شاء الله ان شاء الله نرى يعمل لكم كده فيديو ازاي نقدر ان احنا نستغل الوقت في رمضان ان احنا نقدر نعمل فيه كل حاجة احنا عايزينها وفي نفس الوقت ما نبقاش مضغوطين وان شاء الله كده ربنا يقدرنا على الامتحانات في رمضان هي الامتحانات هتبقى بعد رمضان ان شاء الله هتبقى يعني بعد العيد بصوا انا جبت بعض دابل فيس ولزقته من الجوانب وكشكشت كده الستار بحيث ان هي تدي منظر ولزقتها في الدابل فيس هي الستار عشان خفيفة لزقتها على طول فيه بص جزء الفل ده بقى وقع اصلا لقيته بيقع من الستارة فقلت لا خلاص مش مهم كده كده الستارة شكلها حلو وهمسك الحتة في النص دي كده هرفعها برضو فهتدي منظر حلو للستارة والسلم حطيت عليه الفانوس بتاع احمد وسورة كده والمصحف وسجات الصلاة هو المكان هيكفينا يعني ممكن ان احنا كمان نصلي فيه اصلا يعني كفيني انا مثلا ونور جنبي نصلي فيه وحطيت كده شمعة سغننة بتنور في الفانوس وده المنظر بالليل كده بعد اما نورنا الانوار كلها والهلال ده برضو انا كنت عاملاه سهل جدا بتقصه شكله على الكرتون وبعد كما تنزع عليه فوم دهبي او فضي زي ما انتو حابين وبيبقى كده ده الشكل الاخير اللي احنا عملناه الاولاد فرحوا جدا بيه حاولوا ان انتو تفرحوا نفسكم باي حاجة تقدروا ان انتو تعملوها بحاجات بسيطة من البيت مش لازم تشتروا حاجات من برا انا بشكركم جدا على المتابعة وزي ما قلتلكم ما تنسوش تعملو لايك للفيديو وتعملو اي حاجة تفرحكم في البيت وتفرح اولادكم شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله